السلام عليكم ازاكم يا بنات وصفتنا اليوم لتنظيف الرخام اللي بيكون لون فاتح زي الموجود معايا ده او حتى اي رخام موجود عندك اذا كان لون فاتح بيج او الالوان الفواتح او درجات البيج ان شاء الله الوصفة بتاعتنا النهاردة حلوة اوي اوي لتنظيف الرخام بصفة عامة لو في اي بقع زي الموجودة معانا يعني اتقدروا حضراتكم تشوفوا البقع الموجودة معانا هقول لكم الوصفة بتاعتي وهوريكم كمان النتيجة ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريتم تنسيش تعملوا لايك واشتراك بالقناة كل اللي هنحتاجوا معانا في الوصفة دي اي ازازة او عبوة زي الموجودة معانا عشان بس نقدر نبخوا بيها انا هفتحها دلوقتي وهوريكم انا هستخدم ايه اول حاجة هنستخدمها معانا الكلور ده الكلور الموجود معايا اي نوع كلور حتى الكلور العادي مش شرط كلوريكس ولا حاجة اي نوع عادي مفيش مشكلة هحط مقدار بس غطيين مش اكتر بالشكل ده كده تاني مكون موجود معانا هنحتاج اي حاجة خاصة بمزيبات الدهون او حتى منظفات الاسطح انا عندي هنا موجود معايا دا داك تقدر تستخدم اي حاجة بتنظفي بيها الافضح احط برضو مقدار غطى واحد بس تمام هوريح حضراتكم دلوقتي ده غطى كمان مش مكمل غطى هضيفه فيه العبوة الموجودة معايا دي وهكمل العبوة للاخر كلها مياه خلاص كده الخليط بتاعي او المنقوع اصبح جاهز كل اللي هتعمليه ان حضرتك هترشي على الرخام الموجود عندك بالشكل ده كده وهتسبيه حوالي ربع ساعة وبعد كده باي سلكة قديمة عندك تدعاكي بها الفوض هتشوفي النتيجة بنفسك انا دلوقتي هرش واسبها حوالي ربع ساعة بعد ربع ساعة بعد ما رشيت الخليط اللي انا عملته هتجيب اي سلكة قديمة دي سلكة قديمة عندي وهبتدي ان انا ادعك بيها حتى من قبل ما ادعك الكلور مع المنظف بتاع الاسطح بعد ما خففتهم بالمياه يعني تقريبا في برضو حاجات كتيرة نزلت مجرد ان انا ادعك بس خلاص الموضوع هيختلف تماما هده عجدعكة بسيطة خالص وخلاص دي النتيجة النهائية بعد ما غسلت الحوت بتاعي بغسلة خفيفة خالص باستخدام السلك الموعين ودي كانت النتيجة النهائية يارب اكون قدرت اقفتكم مع السلامة اشتركوا في القناة